موسيقى الاتحاد الأوروبي يبحث مضاعفة أسطوله في البحر الأحمر موسيقى حملة حوثية شارسة تستهدف القطاع الدوائي في البلاد والسطو على أمواله موسيقى الأمم المتحدة تطالب بضبط الأمن في غزة وجيش الاحتلال يحاول السيطرة على رفاحها موسيقى أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الثالثة كانت هذه عنوان النشرة ومنها إلى التفاصيل أعلن قائد التحالف الأوروبي في البحر الأحمر فاصيلياس جريباريس أن القوة التي نشرها الاتحاد الأوروبي باسم مهمة أسبيدس لحماية السفن في البحر الأحمر بحاجة إلى زيادتها لأكثر من الضعف بسبب تصاعد الهجمات التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران في المنطقة وأضاف جريباريس ليس لدينا ما يكفي من الأصول والمنطقة الكاملة التي يجب أن نغطيها شاسعة لذلك أضغط على كل الدول الأعضاء لتوفير مزيد من الأصول وتقوم أربع سفن من الاتحاد الأوروبي بدورية في أنمياه قبالة صاحل اليمن منذ فبراير الماضي وقال جريباريس أن هذه السفن قدمت مساعدات لقرابة 164 سفينة وأسقطت أكثر من 12 طائرة من دون طيار ودمرت أربعة صواريخ مضادة للسفن قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة تجارية أبلغت عن وقوع انفجار في محيطها على بعد 126 ميلا بحري شرقي مدينة عدن الساحلية اليمنية وذكرت الهيئة في مذكرة استرشادية تم الإبلاغ عن سلامة الطاقم وأن السفينة تبحر نحو الميناء التالي وتشن الميليشيات الحوثية هجمات باستخدام طائرة مسيرة وصواريخ على الممر المائي المهم منذ نوفمبر الماضي وشنت أكثر من 70 هجوما أغرقت الجماعة سفنتين واحتجزت واحدة وقتلت ما لا يقل عن ثلاثة بحر كشفت تقارير أممية حديثة أن ما يقارب من 53 ألف نازح في اليمن تضرر من الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة الناجمة عنها في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2024 المصائب لا تأتي فرادا وفي اليمن تجتمع كلها على كاهل المواطنين الذين فتكت بهم ويلات الحرب منذ عشر سنوات أكثر من 53 ألف نازح في البلاد تضرر من الأمطار الغزيرة والسيول الشديدة الناجمة عنها في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ليضافوا إلى قائمة ملايين النازحين بسبب الصرع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا وفي تقرير التحديث الإنساني أكد أن نحو 8 ألاف أسرة نازحة تتألف من أكثر من 50 ألف شخص تأثرت بالأمطار والسيول الناتجة عنها بين يناير ومايو مشيرا إلى وصول الدعم إلى أكثر من 6500 أسرة فقط من الأسر المتضررة بحزمة من المساعدات الحيوية المنقذة للحياة متضررون أشاروا إلى أن المساعدات التي تأتي لا تسد أبسط احتياجات الأسر النازحة أكثر فئات المجتمع عرضة للمخاطر على الجانب الآخر لا تنفك تقارير الأممية من التحضير بمخاطر الأمطار والفيضانات التي تمثل إحدى التهديدات الرئيسية للنازحين داخليا خاصة خلال عام 2024 الأوتشا لفتت إلى أن موسم الأمطار الثاني في اليمن والمتوقع أن يبدأ في يوليو القادم سيؤثر على العديد من المناطق المعرضة للفيضانات خاصة في ظل محدودية الموارد المالية التي لا تزال تمثل تحديا رئيسيا أمام الشركاء في تنفيذ التدخلات المطلوبة للتخفيف من أثار الفيضانات والاستجابة لها بشكل فعال على إثر ذلك تساءل مراقبون عن الاستعدادات المحلية والأممية لهذه التنبؤات للتخفيف من آثارها على الأسر المتضررة والنازحة تتعدد المآسي في حياة اليمنيين وتتوالى التقارير الأممية والتحذيرات بضرورة حجد الموارد المالية المطلوبة من أجل مواجهة هذه المخاطر والتخفيف من حجم المعاناة إلا أن المخاطر تتكرر دون أن تضع السلطات حلولا ناجعة لتجاوزها والحد من آثارها الكارثية ياشن الحوثيون حملة شرسة تستهدف أسوق الدوائية في اليمن وهما أثار مخاوف لدى المواطنين من انعكاسات تلك الحملة على سعر الدواء المرتفع أصلا في البلاد إضافة إلى التأثير المباشر على توفره في الأسواق المحلية قطاع جديد يستهدفه الحوثيون في مناطق سيطرتهم هذه المرة شركات الأدوية والقطاع الدوائي الذي يعاني أصلا بسبب الأوضاع التي أدخل الحوثيون البلد فيها منذ العام 2014 آخر تلك الاستهدافات ما أكدت مصادر في الشركة الدوائية الحديثة والشركة العالمية لصناعة الأدوية بأن الحوثيين أوقفوا الحسابات الشخصية كافة للعاملين في الشركتين لدى مصرف الكريمي بناء على توجيهات الحارس القضائي الحوثي الذي وضع يده عليهم بعد اقتحام الشركتين واحتجاز العديد من موظفية شركتين وكان الحوثيون قد اكتحموا مقرية الشركتين والمصانع التابعة لهما بصنعاء في التاسع من يونيو الجاري في أحدث واقعة استيلاء على امتلكات خاصة من قبل ما يسمى الحارس القضائي التابع للجماعة المشاط رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي للحوثيين كان قد وعد بدعم القطاع الدوائي في اليمن قبل أيام قيلة من حدثة الاقتحام وهو ما يؤكد النوايا المبيتة لاستهداف قطاع حيوي وحساس استهداف له تأثير مباشر على السوق الدوائية وأسعار الدواء المرتفعة أصلا إضافة إلى انعدام أدوية لأمراض مزمنة وفتاكة سيدفع المواطن ثمن ذلك من ماله ودمه الحارس القضائي إجراء غير قانوني أنشأه الحوثيون لإدارة أموال وممتلكات رجال الأعمال والشخصيات السياسية غير المنتمية للجماعة واستحوذت من خلاله على العشرات من الشركات الخاصة خلال السنوات الماضية وجد اليمنيون أنفسهم ضحايا للإنفلات الأمنية في مناطق سطوة الميليشيا الحوثية نتيجة تهاونها مع العصابات المنتمية لها والتي تكشف حقيقة الإنفلات الأمنية فيما تعترف داخلية الميليشيات الحوثية بتسجيل نحو ثلاثة ألاف جريمة وقعت في مناطق سطوتها نحو ثلاثة ألاف جريمة وقعت في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الشهر الماضي رقم أفصحت عنه وزارة الداخلية التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي في صنعاه وما خفي من قضايا قتل ونهب وسرقة وتزوير أعظم من الأرقام المعلنة تتباهى الميليشيا الحوثية إعلاميا حول ضبط قضايا غير منطقية لكن الواقع يكشف هشاشة الوضع الأمني حيث لا يكاد يمر يوم دون تسجيل جريمة أو انتهاك نتيجة التدهور الأمني الذي تشهده مناطق سطوة الحوثية ناهيك عن تسجيل معظم الجرائم ضد مجهول كون الجاني يتبع الميليشيا تقرير صادر عما يسمى وزارة الداخلية في حكومة الحوثي غير المعترب بها كشف وقوع 2875 جريمة في مناطق السطوة الحوثية الشهر الماضي منها 364 جريمة متعلقة بالسرقة فيما توزعت الجرائم الأخرى بين القتل والإصابة والاعتداء والنهب وأخرى مختلفة ولم يشير التقرير إلى الجرائم التي تعتكبها عناصر الميليشيا بشكل يومي في تلك المناطق ورصد التقارير سابقة جرائم كثيرة في مناطق إصابة الحوثي إذ يعاني السكان من ظلم لا يطاق فضلا عن سعي الميليشيا لمحو الهوية اليمنية عن طريق فرض أفكارها الطائفية بالقوة وتهميش الكفاءات في الوظيفة العامة ومؤسسات الدولة واستبدالها بعناصر موالية لها لتنفيذ أجندة هذه الجماعة العنصرية وفي ظل سطوة الميليشيا الحوثية وبطشها في المناطق الخاضعة لسطوتها وجد معظم اليمنيين أنفسهم ضحايا الانفلات الأمني حيث يتعرضوا للقتل والسرقة والسطو المسلع على ممتلكاتهم في حين يتم تقيود معظم تلك الجرائم ضد مجهول حصار ومدهمة وحرب تنكيل تشنها الميليشيا الحوثية على قرى بيت أبو عطف وبني جلعة في مدرية الحداءة تابعة لمحافظة دمار وفرضت الميليشيا الحوثية حصارا خانقا على السكان وأرهبت المدنيين من شيوخ ونساء وأطفال تتار العصر الحديث مستمرنا في انتهاكاتهم ضد المدنيين حيث واصلت ميليشيا الحوثي منذ أيام عدة التنكيل بسكان منطقتين في مديرية الحداء بمحافظة دمار وذلك على خلفة مقتل مشرف حوثية في ظروف غامضة قامت خلال الميليشيا الحوثية بمطاردة الأهلي وتعامل معهم بكل وحشية خاصة مع الأطفال وعبثت بالمزار وعدمرت المحاصيل مصادر قبلية أكدت أن الميليشيا الحوثية خلال أيام عيد الأضحى اطلت حتى الآن عددا من الوجهاء من قرى بيت أبو عاطف وبني جلعة يقدر عددهم بعشرين شخصا وتتهمهم بالتورط في الحادثة كعقاب جماعي مستخدمة إمكانة الدولة لإرهاب المواطنين والتنكيلة بهم وإفساد فرحتهم بعيد افتقده اليمنين منذ عشر سنوات هذا الصلف والبطش الحوثي يشرف عليها القيادة محمد البخيتي المنتحل صفة محافظ محاوظة دمار الذي يدعم ويسند الاعتقالات العشوائية ضد المدنيين بمن فيهم الأطفال وكبار السن الذين الطالبوا بإجراء تحقيق قانوني في الانتهاكات التي طالتهم واحترام حقوقهم كمواطنين موجهين نداء لكل قبائل اليمن للتوامن واتخاذ موقف حازم ضد الحصار الجائر الذي تفرض الميليشيا الحوثية على المنطقة واستعادة الحياة الطبيعة في المنطقة هذه تطورات الميدانية والتي شهدتها مديرية الحادثة زامنت مع احتقان مواجهة جديدة في مديرية المتون في محافظة الجوف بين مسلحي القبائل من آل شنان دهم وعناصر الميليشيا عقب اشتباكات وقعت في قسم شرطة المديرية على خلفية اتهم القبائل للحوثيين بتهريب احد المتوارطين في حادثة دهسن ادت الى اصابة شخصين من ابناء القبيلة بجروح خطيرة للمزيد ينضم الينا على الهاتف العميد محمد الكوميم سيادة العميد عفوا ينضم الينا عبر سكايب سيادة العميد اهلا بك معنا بداية ما الذي حدث وكيف يمكن توصيف ما حدث في مديرية زمار اولا قبيلة الحداء معروفة انها قبيلة جمهورية اصيلة وهي من القبائل التي قاتلت المشروع الامامة في اثناء الثورة اليمنية في الستين وهي من قاتلت المشروع الامامة حتى وصلت الى صعد يعني والدي رحمه الله من كان من ضمن ابطال قبيلة الحداء هناك انتقام مثال على هذه القبيلة من مشروع الامامة ويعني تتخيلوا خلال الفترة الماضية تقريبا هناك يعني عشرات القضايا في قبيلة الحداء التي انتبشت وظهرت عبارة عن ثائرات وعبارة عن مشاكل وقضايا قتل كما بين القبائل بشكل لا يخطر على بال يعني هناك كثافة في نبشة هذه الثارات ويعني مئات القتلى وهذا كلها نعتبرها نزعاء انتقامية من مشروع الامامة ما حصل في قضية بين جلعة وبيت ابو عاطف مع قبيلة اخرى هذه كان هناك خلاف قبلي بين قبيلة الرشدة أو قرية الرشدة وقرية بيت ابو عاطف وجلعة هذه القضية لها سبعين سنة قضيتها استوفوا الرجال وانتهت القضية وانتهى الخلاف ما بينهم وبدأت الامور تسير الى الصلح فيما بين هذه القبيلتين أو القراء المختلفة وفجأة خلال الايام الماضية كان هناك عرس في الطريق حصل قضية قتل لأحد ابناء الرشدة قضية قتل غامضة في طريق ما حد يعلم يعني لا مصلحة البيت ابو عاطف ولا الجلعة في هذه القضية لأن القضية أصبحت منتهية بما بينهم ولكن كان هناك طرف ثالث يريد أن ينتقم من قبيلة جلعة وبيت ابو عاطف لأنهم لا يشاركون في الجبهات ولا يقاتلون معهم ولا ينخرطون معهم ولذلك كان هناك نزعة انتقامية غير طبيعية من المنتحل صفات المدير الأمن المديرية المدعوة أبو نصر القوسي الذي يعني ارتكب جرائم حرب جرائم حرب كاملة قطعوا الطرقات يعني نهب للمسافرين اعتقالات بشكل عام يعني هذا عقاب جماعي يعني هاتك عراض الناس هل يعقل أن من أبناء قبيلة الحداء من يحاول أن يعمل بهذه الطريقة يعني غريب هناك أسلاف وأعراف تتعلق بطبيعة الأثاء أو طبيعة الأخذ بالثاء أو هناك أسلاف وأعراف يعني تقضي إلى حل هذه الجضايا أو حتى أخذ بالثاء يعني سيادة العميد أفهم من كلامك أن القضية أو قضية الثارة التي كانت ما بين بيت أبو عاطف وبني جلعة كانت قد انتهت تقريبا ولكن الآن تأتي ميليشيا الحوثي تحاول يعني اشتعال إلى حد ما الأوضاع وزرع نوع من الفتنة ليصبح الوضع على ما هو عليه الآن القضية الثارة انتهت تماما أستوفر الرجال عندنا مصطلح أنه أستوفر الرجال ما بين الرشدة وما بين قرية بيت أبو عاطف وجلعة أستوفر الرجال وتقريبا كان هناك شبه اتفاق نهايي أن الأمور تنتهي وبدأت التزاور فيما بينهم وبدأت الإصلاح فيما بينهم وبدأت كل واحد يزور الآخر فالتقريبا القضية شبه منتهية لكن لا يمكن للميليشيات الحوثية أن تدعى القبيلة الحدات يعيش بسلام يعني تقريبا هناك 44 قضية ثأ تم نبشها في الفترة الماضية وأنا أعتبر أن هذه نزعاء انتقامية من هذه الميليشيات الرهابية ليخضع قبيلة الحدات وإشغالها بنفسها وإدخالها في دوامة الحروب والفارات لأنه الذي لا يقاتل معهم في الجبهات لا يازم أن ينتقموا منه طب السؤال الأهم الآن كيف يمكن تهدأة الأوضاع الآن ما الحل؟ والله يشوفي المشكلة الآن أنه المشايخ دورهم أصبح سلبي بشكل عجيب لا يمكن في قضايا مثل هذا النوع أن يتم السكوت من المشايخ يعني أنا عرفنا المشايخ يتدخلوا يعني عرفنا المشايخ يحاولوا يشلوا البنادق ويرضوا هذا ويسكتوا هذا ويعملوا ما يسمى بنادق التوقيف ويعني الأطراف كلها تلتزم يعني حتى الأصحاب بني جلعوا بني بيتبعه عطف ألتزموا بكل ما يلزم أدانوا وأستنكروا القضية تلقتل وألتزموا للدولة بكل ما يلزم وهي ليس الدولة ولكن ما يسمى ألتزموا للميليشيات ما يلزم وألتزموا لوجب السلف والعرف وبنسبة القبيلة ولكن لأسف الميليشيات متحكمة في المشاة ولا تقبل إلا ما تريد يعني إذا القضية في صالحهم ينفذوها سواء كان يقفوا مع الجنات أو الميجني عليهم أحيانا من العجائب في هذه الميليشيات أنه أحيانا يقفوا مع الجان يعني القاتل يقفوا معه ويحموه يعني وصلت الفكرة سيادة العميد إذن نحن الآن لابد أن يكون كما اعتدنا أن يكون هناك دورا إيجابيا لمشائخ القبائل لحل هذه القضية وهذه الإشكالية أشكرك شكرا جزيلا العميد محمد الكوميم شكرا لك وصع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في رفح في محاولة للسيطرة على كامل المدينة بعد أكثر من ستة أصابيع على بدء هجومه في المدينة وأكدت مصادر ميدانية وسكان في رفح أن جيش الاحتلال فرض سيطرته على وسط المدينة بعد قتال استمر أسابيع في الوسط والشرق والجنوب ويتعمق حاليا غربا وشمالا وأضافت المصادر أن توسيع الاحتلال عملياته أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة وسط هجمة متبادلة وموجة أخرى من النزوح مستمرون معكم وتتبعون بعض الفاصل سيادون يمنيون يقولون إن سفن أجنبية تقوم بتجريف الأسماك قبالة عدن والحديدة ولأننا صوت الحقيقة لذا نبحث عنها لنجسدها قولا وعملا ننقل الأحداث ونعالج القضايا الإنسانية نتواجد أينما يكون الإنسان نتطبع إبداعاتهم هذه المشاريع الصغيرة خالدة تسجل بحروف من ذهب نصلت الضوء على القضايا المجتمعية وننقل لكم تفاصيل ما جرى نوافيكم بكل جديد من خط النار من الصفوف الأمامية بجبهة الفاخر نوجده في الميدان وننقله بمصداقيتين ومهنية نواكب تطورات السياسية الاقتصادية نحقق السبقة والتمييز مهنية تنسقفها السماء نتواجد الآن بكامرة اليمن اليوم عبر آخر نقطة يسمح الاحتلال الإسرائيلي بالوصول إليها كشفت المنظمة الدولية للهجرة دخول 1685 مهاجرا من القرن الأفريقي إلى اليمن خلال شهر مايو الماضي حيث يتخذون من اليمن جسرا للعبور في طريق الهجرة إلى دول الخليج رغم المخاطر المحدقة التي تتسبب في فقدان الكثير منهم لأرواحهم يعد اليمن محطة ترانزيت المهاجر الفارين من القرن أفريقي خصوصا من تيوبيا والصومال صوب وشهتم الرئيسية إلى دول الخليج فمنهم من يصل ومنهم من يفقد روحه ومنهم من يضطر للعودة إلى بلده المنظمة الدولية للهجرة كشفت في تقريرها الأخيرة رست دخول 1685 مهاجرا من القرن الأفريقي إلى اليمن خلال مايو الماضي بنسبة 14% عن الشهر السابق له جميعهم دخلوا عبر سواحل شبوة انطلق 90% منهم من منطقة باري في الصومال بينما قدم 10% من مدينة أوبوك الجيبوتية مصفوفة نزوح أكدت أن أغلب المهاجرين الوافدين إلى اليمن كانوا إثيوبيين وبعدد 1345 شخصا فيما كانت 340 الآخرين يحملون الجنسية الصومالية التقرير ذكر أن 80% من المهاجرين كانت النزاعات السبب الرئيسي التي دفعتم إلى مغادرة بلدانهم الأصلية لكنه أردث أن الأزمة الإنسانية متفاقمة في اليمن أجبرت المئات من المهاجرين على اتخاذ قرار صعب بالعودة إلى بلدانهم كان آخرهم 750 مهاجرا غادروا إما طوعا أو تم ترحيلهم بالقوارب الحملة العسكرية المشتركة التي بدأت في غصص 2023 تمكنت من الحد من وصول المهاجرين غير الشرعين من خلال اتراض القوارب واحتجاز المهربين وفي آخر نكبة لمهاجرين الأفارقة فقد لقي أكثر من 50 مهاجرا بينهم 31 طفلا ومرأة وفقدان 140 آخرون نتيجة انقلاب قاربهم بشكل مأساوي قبالة السواحل اليمنية هذه الأرقام تؤكد التحديات الكبيرة التي وجه المهاجرون في اليمن وظروف البائسة التي دفعت من المخاطرة برحلات بحرية خطيرة يدفع الكثير منهم حياتهم ثمانا لها خصوصا خلال عملية التهريب الإجبارية انتهت من أشرا شكرا لكم اشتركوا في القناة